إنه يعقوب بن شيبة حتى نأخذ ويأخذ الإخوة المستمعون جميعاً وخاصة أولئك الذين يغتاضون الآن مما يروا حتى يأخذوا فكرة أو لمحة عن هذه الشخصية من هو وما وزنه لدى طائفة أهل الخلاف أنقل لكم ترجمته في كتاب الأعلام للزركل يقول يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي بالولاء البصري نزل بغداد من كبار علماء الحديث شخصية بهذا الوزن كان يتفقه على مذهب الإمام مالك مالكي والمذهب له المسند الكبير معللاً لم يصنف مسند أحسن منه هذا الشخص هذا الشخص الذي من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء المذهب المالكي صنف كتاباً اسمه المسند الكبير هم يقولون لم يصنف مسند أحسن منه إلا أنه لم يتمه ما استطاع إتمام هذا المسند وهو مئات من الأجزاء كان يشتغل له في تبييضه عشرات من الوراقين عشرات بس يستنسخون كان هذا الكتاب القيم الضخم الموسوعي وطبع الجزء العاشر منه باسم مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله شخصية بهذا الوزن وللعلم من علمائهم الأقدمين كان من علماء القرن الثالث يعني كان يعيش قبل أكثر من ألف ومئة سنة وله هذا الكتاب القيم الذي يقولون إنه لم يصنف مسند أحسن منه وأنا الخبر والأثر الذي أنقله لكم الآن من هذا الكتاب من هذا العالم